أسد الله أوقاتكم إخواني أخواتي وأهلا وسهلا بكم بعض القناوات ردوا واحد المعلومة على واحد المهاجر المغربي تم طرد دياله من إيطاليا اثناء نزوله بمطار نابولي أغم أنه حاصل على الكارتة دي سجورني يعني الإقامة المستمر الجميع يتساءل أن كان هناك يعني قرار تعسفي من شرطة المطار وأنه تم طرده من الأراضي الإيطالية بدون حق أولا ليس هناك معلومة يعني دقيقة وصحيحة عن الخبر اللهم كان هناك شهود عيان يعني تفاصل واقعة يعني ما نقلتها حتى شي جريدة لا بنابولي ولا بأي مدينة تانية كذلك ليس هناك لا مرسلات يعني عبر يعني ما كان شتش خبر عن ما وقع بالضبط وحتى معني بالأمر يعني ما خرج بشي تصعيح كل ما جاء من خلال هذه الفيديويات واللي الكثير من الإخوان والأخوات واللي ينشر شيئا ما من الرعب يعني عبر الجالية المغربية بإيطاليا كل ما جاء من الفيديو الأصلي واللي كيدكر بأن هناك كانوا شهود عيان من الأسرة هو أن هذا الشخص غمار حصوله على الكارتة دي السجورني يعني شهدت الإقامة الدائمة فهو يعني أبقى بالمغرب لمدة ست سنوات إذا كان هذا السيد فعلا أبقى خارج التراب الإيطالي ست سنوات فإنه هذا قانون وكنظن بأن كنا كنعفو هذا القانون إلا اللي بغا يتغاب عليه وأنه لقلس خارج التراب الإيطالي أكثر من سنوات يفقد لرزيدينسة يعني السكنة وكيف قد معها التيتول دي السجورني سواء كان برميس دي السجورني أو كان كارت دي السجورني ماذا يقول القانون؟ ماذا يقول القانون؟ القانون ينص أن الأجنبي الذي يحمل رخصة إقامة برميس دي السجورني لمدة سنة فقط يمكنه أن يبقى خارج التراب الإيطالي فقط ستة شهور وهذه ستة شهور تقدر تكون متواصلة أو أنها تكون متفرقة فما يمكنش أنه مثلا مهاجر مغربي بقى خارج التراب الإيطالي عنده برميس دي السجورني دي السنة فقط وبقى خارج التراب الإيطالي لمدة ستة شهور ودخل أسبوع أو العشر يام ولا على الثاني بقى خارج التراب الإيطالي ستة شهور وحدة خلال يعني يعمل عام ناقص خمستاش اليوم أو ثمانة أو عشر أيام جارسنا لا ستة شهور تتكون إما ملاقية أو مستمرة إذا كل أجنابي مهاجر الأجنابي حاصل على رخصة الإقامة لمدة سنتين أو ما فوق يعني أربع سنوات أو ثلاثة أو كارتة دي السجورني ولو أنها تقولوا لا كارتة دي السجورني التيمبو إن دي ترميناتو يعني غير منتهية الصلاحية أو دائمة إلا أنه ممنوع منعا كليا يبقى خارج التراب الإيطالي أكثر من سنة وهذا شيء نشوفه بالنسبة للناس اللي عجزة واللي كيما كيبروش يجيوا بزاف لإيطاليا وكيجيوا على أولادهم عندهم الجنسية الإيطالية كيلتحقوا الأبناء ديالهم وتيجرسوا مثلا في المغرب أو في بلد ديالهم الأصلية أكثر من سنة يعني منعهم من دخل التراب الإيطالي وخاصة عبر المطارات لأن المطارات فيها تبادل شبكة أو بنك لتبادل المعلومات هذا البنك لتبادل المعلومات هو كين في جميع الحدود يعني الديوانة جامعرك ولكن بالمطارات أكثر وأكثر وأكثر إذن هذا الشخص إذا كان قلس في المغرب ستنين فلم يعد له الحق ولا في تجديد الكارقة ديس الجورنة وليس له الحق في طلب البرميسو يعني رخصة الإقامة فقد جميع الحقوق دياله كمهاجير شرعي داخل إيطاليا وإذا بغا يدخل إيطاليا خاصه يطلب فيزا لأسباب معينة سوى أن كانت سياحية أو لأي سبب من الأسباب الاتحاق عائلي أو سبب من الأسباب ولو يكون عنده مثلا منزيل دياله خاص إلا ما كانش عنده في ذيك الكارقة ديس الجورنة غزيدين سائل التبار من كل موش يدخل إذن هذا ماشي خابة هذه تطبيقها للقانون شيء مفعول به لم يأتي به قانون صلبيني لأن هذا القانون هذا من يخرج قانون للهجرة يعني وهو كاين مصطر فما كان فيه تشي جديد وأن الناس ما خصاش يعني يعني يستفزوا أو يتخلعوا بلحد تشي حاجة لأنه هو هذا القانون اللي يجلس كتر من عامتي فقد السكنة دياله كيف قد التيتول ديس الجورنة دياله وهذا قانون القديم كان شيء واحد آخر هو واحد النظام دولي دخل حيز تطبيق في الف وتسامية في الف الفين وثمانتاش هاد النظام اللي كان نص على تبادل المعلومات الضغيبية المعلومات الضغيبية وهي فيها سواء كان يعني مدخول نقدي دخل بنكية منازل أو المهم عقارات شنو تيقول هاد النص تيقول هاد النص بأن اي شخص مثلا ايطاليا فاش كتطلب هاد المهاجر شنو عندو في البلاد ديال اللي احنا كنعيط له شهادة عدم الامتلاك او شهادة الامتلاك هادي شحال كانت خص واحد الاتفاقيات هنا اياما بين المغرب وما بين ايطاليا لكي يعني المغرب يمنح هاد المعلومات لل ايطاليين الان لم تعد هناك حاجة لأي اتفاقية لأنه نظام دولي وعالمي دخل على كل شيء وعلى شباش ما يبقوش الناس يعني ما كيخلصوش الدرائب فهد النظام الدرائب علاش هذا ومشي موضوعنا ولكن موضوعنا علاش شنو تيقول تيقول بأن اي مواطن يقطن بدولة معينة ست شهور ستة شهور ويوم فعليه ان يؤدي الضغيبة في ذلك البلاد اذا فبالأحرى هاد الشخص اللي يقطن في المغرب ستة سنوات ويعني يؤدي او من المفروض يؤدي الدرائب بالمغرب لمدة ستة سنوات وما شف الدولة اللي هو عنده في هالكارطة دي سجور يعني يفقد الريزيدينت هلا كان كاري فهو ما بقاله لك غالا حتى شي حاجة إيه لكن خدام فهو ما كيقديش يعني يفقد العمل دياله يعني ما كيقديش درائب على العمل دياله ما كيقديش اللي كنت ربوتي للتقاعد دياله إذن هاتسييد فقد جميع الحقوق اللي عنده هنا في إيطاليا ومن أهم الحقوق اللي أفقدها هو الحق دياله في السكن في الدخول والسكن إلى التقاعد الإيطالي كتيت يتسأل ما العمل أول شيء وبالنسبة الناس مش اللي قسو ستسنين الناس مثلا اللي كانوا ملزمين أو مرغامين أو مجبارين لأن واحد اللي يستطي كل والد دياله غيموت ولا اللي أم دياله ولا كيعمل قصيدة وكيقلست ما في الطبيب وخصو يتعالج أو عنده مش هكي القضية أو أي شي حاجة من هدي الناس إذن خاصو قبل ما يجي خاصو يمشي القنصلية ويدي دياله الأشياء أو الدلائل اللي منعاتو من دخول ديال التراب الإيطالي للقنصلية وهي كتخليله واحد الفيزا باش يمكنله يدخل ويسوي الوضعية والكارطة دي السجون تيفقدها ومتماعات كي يطلب لترميس دي السجون ولكن الخاص يكون عنده أسباب جد جد مهمة أرغمته على عدم الرجوع إلى إيطاليا يعني في خلال في أقل من سنة هذا أول كان بعض الناس اللي توقع لهم شي مشكل أو لشي حاجة ويقول لك كيف غاد أول حاجة المطار المطار هي أول حاجة خاصة يعني يتفاداها ثانيا خاصة إذا كان حددت البصفورج والصفر دياله لكن نعمل له تحديد من طبع الحال يكون تحديد تبدل راقة تبدل فوق صدر البصفور وفوق النهاية مدة صلاحية دياله ومطالع الطبع العالي لما جاء عن طريق المطار يكون صعب أنهم يعافوا فوق خرج وفوق دخل أما إذا دخلت بلستي 6 سنين بلادك ودخلت من المطار كأنه شيئا لم يكن فهذه ما فيها حتى شي تعسوف ما فيها حتى شي ديسكريميناتشيون يعني ما فيها حتى شي ميز فيها فقط تطبيق للقانون لأن القانون تسمح لك بسنة وانتخذي 6 سنين إذن تقطي جميع الحقوق ديالك وانتالي واجبات اللي كنت كتأدي في هاد البلاد غدي نرجع مرة ثانية لهاد النظام الضائبي العالمي باش نعرفو كي غدي تطبق على الجلية المغربية بحكم معظم ديالنا إحنا يعق قاطنين بالمهجر ولكن عندنا أطارات وعندنا بعد أحيان ترصد ضمكي بالوطن ديالنا باش نعرفو كيفاش غدي نتصرف على بيه وكيفاش يمكننا نحمي ومتلكتنا وكذلك تعب ديال السينين ديالنا كنحييكم كنسلم عليكم كنقول لكم دائما تسجلوا بالقناة وحاولوا أنكم تبارتجوا مع أستقع ديالكم مع السلامة أعجبك الفيديو سندنا بالإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على الجغس ليصلك كل جديد